بقول لكم ايه هو انتو قريتوا رواية اسمها البشموري لسلوى بكر ولا لأ ما قريتوهاش اللي قراها كويس طيب ما قريتوهاش طيب حد فيكو يعرف مين هم البشموريين طيب حد عارف تاريخ المقاومة الشعبية المصرية ضد اي شكل من اشكال الاحتلال الاضطهاد اي حد يحاول ييجي من بره يفتري علينا المصريين ما كانوش بيعتقوه البشموريين دول مصريين مصريين من الدلتة منطقة وسط وشرق الدلتة بعض الكلام ويمكن كان بيتحدث عنها المقريز يعني بعض الكلام هو كانت المنطقة بتاعتهم بتمتد تقريبا عند بحيرة ايدكو كده ناحية محافظة البحير البعض الاخر قال لك لأ ده كان بتمتد من ايدكو لحد تقريبا مناطق فيه محافظة الده اهلية يعني مساحة واسعة البشموريين واجهوا كل اشكال الاضطهاد العرقي والطائفي والاحتلال عظيم ايه علاقت ده بقى بالحلقة بتاعت النهاردة اولا اولا لازم تقرأ عن البشموريين كويس جدا لان ده جزء اللي هيتجزأ من تاريخ مصر فيه العصور الوسطى ودي اظنها من المراحل التي يغفل المؤرخين المحدثين بتوعنا يعني مؤرخين الحدثة بيغفلوا المرحلة دي والمرحلة دي مرحلة فيها يمكن نقط كتير جدا مجهولة او غير محقاقة قوي الاوروبيين كتبوا عنها بس كتبوا عنها من وجهة نظرهم المقريزي كتب عن البشموريين مثلا وكتب عن المرحلة دي وده برضو كان مهم جدا الكتبات فيها قليلة ما هياش كتيرة ولكن الباحث اللي بيبحث وهو مصر على انه يصل للحقيقة هيصل لحقائق مذهلة خليك ترفع راسك لفوق اوي اوي اولي اوي حول كفاح البشموريين او المقاومة المسلحة المصرية تجاه الاحتلال والاضطهاد في العصور الوسطى وده هينقلك على مقاومة اخرى لو تفتكر كلمتك عنها قبل كده اللي وهي مقاومة المصريين في صورة القاهرة الاولى 1798 وصورة القاهرة التانية 1801 واللي اجلت الاحتلال الفرنسي واللي مقدرش يستمر غير ثلاث سنين فقط لا غير فيه سابقة لم تحدث ابدا في تاريخ الامبراطورية التوسعية الفرنسية في الفترة بتاعة القرن السبع ال18 والتسعة عشر فبيوردينك عظمة المصريين عامل ازاي اهلينا في مدن القناة ومرة تانية هبقى اكملكوا قصة البشموريين يعني واقلكوا اتعامل معاهم ايه وبتا اهلينا في مدن القناة هم شعب مقاوم شعب مصري اصيل مية في المية ما بيحبش يتلوي دراعه يعني لا بيحب طبعا الاحتلال واحنا عارفين تاريخ المقاومة الشعبية تاريخ اسماعيلية وتاريخ السويس وتاريخ بورسعيد اهلينا بقى في بورسعيد خدوا قرار يعملوا حملة حملة للإحجام عن شراء وتناول اسماك فلتكن حملة على الإحجام سميها كده عايز تسميها المقاطعة سميها سمي زي ما تسمي مش دي القصة لكن السؤال يا طرق هل طرق أهلينا في بورسعيد عملوا كده ليه والسؤال اللي بعده وهل هذه الحملة وهو امتناع المواطنين عن شراء الأسماك هيؤدي إلى انخفاض أسعار السمك طيب هل تجار السمك هم مغالين جدا في الأسعار وهذا برضي حاجات كلها لازم لازم نطرحها لأنه على سبيل المثال اللي هو افترض ان السمك كان سعر الكيلو بقى كان كذا ثم بقت الحملة والنهاردة اليوم التاني للحملة تقريبا فانخفضت أسعار السمك وأصبحت كذا ده معناه أنه كان فيه مغالا في الأسعار